السلام عليكم ومرحبا بكم معي أتمنى تكونوا بيخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم إن شاء الله سنقدم لكم وجبة دي العدس اللي كانت تجيبوا حط طريقة نوعا ما مختلفة سنحتاجكم مكونات 250 جرام من العدس عندي هنا مزا ودي الفلفلة حرة عندي بصلة عندي التومة بقدونس مفروم أو لقصور مع دنوس مقطعين رقاق زيت الزيتول والتوابل بطبيعة الحال قبل ما نبدأ معكم الفيديو فكنت نطلب من كل من التحق بالقناة أنه يشترك معنا في القناة وفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد وبطبيعة الحالي لا أعجبتكم هذا الوصفة هذه ما تنسوش تخليوا لي لايك أسفل هذا الفيديو وشكرا للجميع على المتابعة ومدعو على بركتي الله هنا أخذينا واحد الإناء اللي وضعت فيه لادس بطبيعة الحال لادس فأنا نقيته جيدا فغدين قم بالغسل دياله جيدا مرة وجوجه ثلاثة من بعد غدين ضيف لي كمية من الماء وغدين غطي عليه وغدين خليه واحد الساعة كيرطاب فهد مسألة هدي كتساعد أنه كينضج معنا بسرعة وما كياخذ لناش وقت طويل ثم من بعد خليت واحدة طنجرة اللي وضعتها فوق النار وغدين ضيف لها كمية من زيت الزيتون ثم غدين ضيف البصلة لشلطها رقيقة فضروري نشلطوا البصلة رقيقة في هد الوصفة هادي باش ما كديش هكا البصلة بينا في الادس كنخلي البصلة هكا تشحر مع الزيت في نار هادئة ما تكونش النار مجهدة ثم نضيفوه واحد ثلاثة حتى الأربعة دي الفصوص من التوم فأنا التومة دائماً كنخدمها في وقتها ما كنطحنهاش ونخليها فاكم اللي كنبغي نطيب بعد كننوضعها باش كي تبقى عاطية جهة ديالها ولدها ديالها الأكلي وبطبيعة الحال كتحترفض للمكونات ديالها كاملة ثم غادي نخليهم تشحروا شوية من بعد غادي نجيب العدس اللي رقدته من قبل وصفيته من الماء اللي كان مرقد فيه وكنضيفوه في الطنجرة كنضيف القليل فقط من الماء اللي قمت با يعني فضل طيب شو ما نقبل مغلي او لان الماء مغلي وغاني نضيف الملح فالملح ما كنكترهاش في الاول فقط كنضيف القليل لان كيف ما كيعرف الجميع ان القطعيني مع الملح ما كنطيبش تغياء خاصة انني وضعتها غير في طنجرة ما وضعتها في طنجرة بس الضغط شو ما كنضيف القليل من الابزار او للفلفل اسود نش ملعقة صغيرة من الكركم او للخرقوم البلدي ملعقة صغيرة من البابريكا تحميره او لفلفل حلوه وحضر الشدي الكامون كنحركه جميع المكونات ثم كنضيف قصبر المعدنوس اللي قطعتهم رقاق وكنروي على العدس حتى كنغطيه بالماء بالنسبة لهذا الوصفة هادي او لهذا الوجبة اللي قدرتوها في طنجرة صدات او للكوكوت فكتتاخد معاكم فقط واحد العشرة دقيق كيكون موجود من بعد ما كتغلاء الكوكوت كتنقصوا البوطاء وكتخليوا عشرة دقيق والوعدس دي انها هو واجد فانا وضعته فقط في الطنجرة فانا ما كنش مزلوبة عليه لهذا وضعته غيف الطنجرة يطيب على خاطره بعد ما دلس 11 دقيق فانا اضفت الفلفلاء وغادي نخليه طيب حتى يكمل في الطياب ونرجع معاكم هناك فيما كتشوفوا معايا فالعدس ديال نراه واجد غادي نحيد الفلفلاء ما نخليهاش انها تقدرها هكا تطلق في الماراق ديال الادس وتحرر يعني اجي حارة على الوليدات الصغار فانا عنزول هكا الفلفلاء ثم غادي نضيف واحد الرشة ديال كامون وغادي نضيف قليل من زيت الزيتون ثم غادي نضيف واحد شوية ديال الربيع ثم غادي نضيف ثم غادي نضيف فانتمنى انكم تجربوا الوصفة كما قدمتها لكم وترضو عليا في تعليقاتكم كيفما دائما عودتوني فكيجي رائع جدا هادي العدس بهالطريقة هادي صافي غا نطفع لي البطاة ونخليه بالنسبة لهاد الوجبة هادي فانا غادي نرافقها بشربة ديال الخضار فعندي هنا ثلاثة ديال الجزارات عندي الكرومب بطاطة حلوة لفتا حبة من البطاطس وعندي نصف بصالة ثم عندي هنا القرع الأحمر او القرع الحمرة اللي زوت لها القشر ديالها وجات عليها تشكلها دا وعندي جوج فصوص من التوم صغيرين الى كان كبار دياله غير واحد فقط فاختيت هنا واحد تنجرة وغادي نضيف واحد كمية من الماء هنا في الاول نقدر نضيف واحد لترولاروب لترولاروب مثلا فانا وضعت الماء فوق النار بشيغلي هكا غادي نختصر الوقت من جي في انقطع الخضار ديالي تغي يكون الماء طاب فانا هنا كان قطع الخضار وكان نرمي هكا في الماء فممكن انكم تقطعوا الخضار كاملة فتوضعوها في التنجرة وضيفوا لها الماء وضيفوا لها التوابل ولكن هالطريقة هادي كتخلينها كان نخدموه في وقت لهو وجيز جدا وكان نوجدوه في وقت لهو اسرع ثم ما غادي نستمر سنقطع الخضار ديالي كاملة وانا كنقطعها وكان وضعها في التنجرة طبيعة الحال الخضار فانا غزلتها جيدا سافيا غادي نستمر حتى نكمل الخضار اللي عندي كاملة ونرجع معاكم هنا بعد ما كملت خضار كاملة وضعتها في التنجرة فكنضيف واحد كمية مزيد زيتون واحد معلقة كبيرة تقريبا مشي بزافغة شوية واحد الرشة من الملح بطبيعة الحال الملحة حسب الضوغ واحد الرشة من الفلفل الاسود نصف ملحة صغيرة من الكوركم فالكوركم عنده فوائد عديدة ذاكشية لاش كنت نستعملو انا بزاف في الاكل وغادي نعمل واحد الرشة ديال كامون طبيعة الحال فانا وضعت التوم مع الخضار سافيه وغادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى تطغلها ونحسب ليها 15 دقيقة ونطفي عليها ونرجع معاكم بالنسبة لوجبة العدس فهي جات على هاد شكل هادا فصدقوني هالطريقة كيجي بها العدس اكتر من رائع وكيجي خفيف وما كيضرناش كيجي يعني وحد طريقة اللي هي خفيفة وزوينة بزاف نتمنى انكم يعني تجربوه هنا الاعجاب ديالكم فهو كيجي على هاد شكل كيف ما كتشوف معي كنرافقوه بالليمون الحامض كيف ما كيعرف الجميع ان الليمون الحامض اللي ضفنا هاللعدس فكيخلي هكا يفيكسي لنا مادة الحديد في الجسم كيساعد على ان المادة الحديد كتتمشي مزيان في الجسم ديالنا فهدي وجبة خفيفة ضريفة ولكن مغدية وصحية وغدي نمرو باش غدي نكملو لصوبة ديالنا او لصوبة الخضار فبعد ما طبتو خليسها حتكت برد شوية فانا غدي نطحنها بهت الخلاط الكهربائي كنطحنوها جيدا او لصوبة غريب باش غريب باش نطحنها ونرجع معاكم بعد ما طحنت الخضار فهي تكتجي لها تشكل غدي نتضوقها هم لذيده جدا ورائعه هنا سنضيف لها كمية من البقدونس حتى الاخير سنضيف البقدونس اولى الربيع على قسم المعدنوس بالنسبة للتقل ديالها فضروري نخففها بقليل من الماء خاصة اللي سنستعملها مع العدس فنخففها شوية بالماء اللي طيبته من قبل ونحركه ثم كنقدمها هكا كوجبة مع الغداء نرفقها بأي طبق آخر فهي كجيع لها تشكل هذا فكنقدرنا نقدمها هكا في الغداء مع العدس ولا مع أي وجبة أخرى ونقدرنا نقدمها كعشاء أنه خفيف مع التمار مع الشريحة كتجي رائعة جدا فنتمنى أن هذه الوصفات اللي قدمت لكم اليوم ما يكون هنا لإعجابكم وبطبيعة الحال اللي يعجبوا الفيديو ديال اليوم ما والوصفة ديال اليوم ما فما ننساش خليلي التعليق أسفل هذا الفيديو وبطبيعة الحال ما تنسونيش من لايكات ديالكم ولا كنتوك تزوروا القناة لأول مرة فما تنسى وشاركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر